موسيقى أساكم الله بالخير نستكمل اليوم الجزء الثاني من قصة حياة مهندس الكلمة الشاعر المبدع الأمير بدر من عبد المحسن بدر بعبد المحسن اللي كان شعره في كفة ولكن أن يصبح شاعراً في كفة أخرى فماذا يعني أن تغامر بكل شيء من أجل القلب؟ أن تهرب من التوقعات لأنك تؤمن في داخلك أنك مختلف وأنك قادر على أن تجعل الشعر حرفة ووظيفة والأصعب من ذلك أن تؤمن بذاتك لدرجة أنك قادر على أن تصنع الفارق في أي صنعة تخذتها حتى لو كانت هذه الصنعة تعتمد على الخيال والإحساس في أيامنا الحالية يقولوا اختر مسارك للعمل بحسب ما تحب وتهوى بدر بعبد المحسن قرر فعل ذلك في زمن كانت فيه هذه النظرية غير موجودة أساساً بل كان مجرد افتراضها أمراً غير منطقي لكنه تخيل كعادته ثم قرر الإقدام على ما تخيل وحول الخيال إلى مهنة وأصبح أستاذها ليكون مفتاحه الأكبر الثقة وجاء بما لم يأتي به الأوائل الأوائل أسوي شيء ما كنت أتخيل نفسي أنه أنا ممكن أمر مرور الكرام كان عندي دائماً إصرار على أساس أني أترك أثر أو على الأقل أحاول أن أترك أثر ما كان هاين علي أبداً أنه أمر كشخص أو كرقم فمثل ما يقولون وجدت في الكتابة أو على الأقل قررت أن تكون كتابة هي هي المجال اللي اللي أترك فيها أثر